موسيقى هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Redemption توزن لها طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن الهو الابردين فارم او مزرعة الابردين او هذول الاشخاص زي ما يعرفهم البعض فرح نتكلم عن قصتهم ورح نتكلم عن ماضيهم وحقيقتهم وايضا قصة هذول الاشخاص مأخوذة من احداث حقيقية حدثت في السابق فرح نذكر لكم اياها بشكل كامل فيلا نخش في المقطع طبعا بالنسبة لمكان المزرعة رح يكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي بالقرب من مدينة السان دينيس لما توصل للمكان رح تحصل هذول الشخصين ورح يدور بينكم حوار الرجل رح يكون اسمه بري ابردين والمرأة رح تكون تامي ابردين اترككم مع الحوار اللي يدور بينكم اترككم معه اترككم معه لقد تحصلت مجموعة جيدة الآن، تعرف أنك تبدو جيدة سيدة لا يوجد مجموعة، فقط تحصل على مجموعة! نحن لدينا مجموعة في المنزل ومجموعة من المشكلة نحن 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 سيطلقاً، لن نحن 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 أعطاً، ولكن أجب أن نحن على طريق Oh, come on now. How are you gonna turn down a hot meal in good company? I'll go open that bottle. Hey, there he is! Come on in! Come on! أتمنى أنها لا تستطيع الناس هناك و لا نأكله لن تتعلم عنها، أتمنى؟ لا أعرف لماذا تريد أنني أخذتك لك لأخذتك لك المنزل يكون أفضل مني، أتمنى أنني سأخذتك لك لتعرفع المكان اشتركوا في القناة شكرا من ايضا تستطيع تسطيع المشكلة لا اعتقد انني احسن انا احسن احسن بخير انظر محاولة انت تخلص لديك اتفع على الناس اتفع في حالة He just asked me to check on you. That's all. Oh, you don't need to make any excuses. No siree. You should be careful, miss. Inviting strangers in your home like this. Oh, I'm a very good judge of character. I see the look in your eyes. و هناك أصدقائك و هناك أصدقائك سيكون في حالة مرة وهوه هذا ما أريد أن أسمع إيه، احسن تسلقائك أحسن أعتقد أنها قد يكون لذلك محباً لا يوجد شيء فقط تتوقف توقف لكي تتوقف لها بعد بعض المشكلة دعونا احضر اهلا اهلا هذا مجرد جدا احضر احضر مجرد توقف وكما أخبرتك لا يمكن أن تتوقف لها تبدو نفسنا احضر احضر مجرد وذارت الأحيان كان هنا سنة حدثنا ، تحريب المكان اظلم أن هذه المكان جوارات صحيح هذا الجوار ممر ممتاز المنزل ليسوا الجيد أيضا بغررر حي test أمعك أمعك تمwork البحر المترجم للقناة لذلك لذلك المنجزان سيكون هناك فغاز عندما انه نظرنا لذلك فنحن رجلنا قادرة أحيباً حيباً ولكننا دعونا نحن 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 نحن. وبدأ معنا لقنات دعونا هنا هذا لك ليه نعم أين همي؟ مرحبا نعم، سأستطيع استخدام مرحباً هذا المنزل سيضع على مرحبك اوه، أعتقد أنه يحتاج ذلك سنقفعك أكثر طبعاً بعد ما سمعت الحوار وعرفت معناه وترجمته أكيد رح تعرف وضعهم وحقيقتهم طبعاً أول مرة رح تجي للبيت أول ما تطالع فيهم وتطالع في حركاتهم رح تقول مئة بالمئة هذولا الزوج وزوجة لكن بعد ما سمعت الحوار وفهمته وفهمت معناه رح يطلعوا لك إنهم أخو وأخت طبعاً بعد ما تخلص من الأكل والطعام رح يجيبون اللي هو الخمر أو اللي هو النبيذ أو العصير وإنت مخير يا إنك تشرب أو تطلع من البيت إذا طلعت من البيت ما رح يصر لك شي لكن لو شربت النبيذ رح يغمى عليك ورح يتم سرقتك بالكامل لو كان معك ثلاثمائة ريال رح يسرقوها بالكامل وإذا معك خمسة عشر ألف ريال رح يسرقونها بالكامل ورح يرمونك في مكبل جثث هذه زي ما تشوفون في الجيم بلاي فترجع لهم على طول زي اللهب طبعا لما ترجع للبيت رح تحصلهم موجودين كل اللي عليك إنك تستلمهم جلد 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 من الألف للياء وتمتع وتفنن في قتلهم أطعنوا بسكين أطعنوا بفاس أرميه بالقنابلة الحارقة أرميه بالسي فور فجر وجهه بالبومب بالدبل اكشن يعني تمتع في قتله بعد ما تقتلهم رح تحصل فلوسك خلف هذه الصورة ورح تكون بالضبط فلوسك لا زيادة ولا نقصان وبالنسبة للصورة هذه ترى رح تكون صورة أمهم وغالبا غالبا الأخوين الشياطين هذولا هما كانوا سبب في مقتل أبوهم وأمهم وهم قتلوهم بأنفسهم طبعا أيضا إذا كنت مهتم بالأغراف ترى بيتهم رح يكون في مجموعة من الأغراف سواء كان أكل أو مجوهرات فلف المكان وشوف اللي يعجب طيب الآن رح ننتقل للقصة الحقيقية للأخوين أبردين كان يا مكان في قديم الزمان في عام 1870 ميلادي كان في عائلة ألمانية تعيش في مدينة كانسيس يطلق عليهم عائلة البندرز أفراد هذه العائلة هم جون الليفرا وكيت وجون الإبن وكلهم كانوا عايشين في بيت صغير جدا وأيضا عائلة البندرز تدير منزل آخر وتستقبل فيها الزوار والأشخاص ذوي الرحلات الطويلة بين المدن يعني أنت مسافر غالبا غالبا يعني رح تكون تسعبان ورح تدور لك على بكان تستريح فيه فعائلة البندرز كان عندهم منزل يستقبلون فيها الزوار والمسافرين أيضا التاريخ قال أن جونال ابن وكيت كانوا مقربين جدا من بعض وطريقة تفكيرهم مشابهة جدا لبعض واستنادا لهذه القصة نقدر نقول أن جونال ابن وكيت هم بري وتامي أبردين في RDR 2 طبعا في ذيك الفترة المسافرين والناس لما يسافرون ويمرون من مدينة كانسس كانوا يختفون وما لهم أي حس وما لهم أي خبر طبعا أغلب الأشخاص الآخرين ما شكوا في الوضع وكانوا يقولون هذه هي مخاطر السفر يعني ممكن تضيع ممكن يهاجمك حيوان ممكن يهاجمك دب ذيب وتموت وتختفي من الوجود فما شكوا في الوضع وقالوا هذه هي مخاطر السفر وفي عام 1873 ميلادي ذهب أشخاص مهمين وذوي سيرة عالية في رحلة باتجاه كانسس وتحديدا بالقرب من بيت البندرز طبعا حالهم كان زي حال اللي قبلهم ذهبوا ولم يعودوا أبدا وبما أنهم شخصيات مهمة فانفتحت قضية جديدة وانطرحت العديد من التساؤلات ليش كل الأشخاص اللي يروحون باتجاه مدينة كانسس لا يعودون ويختفون بشكل كامل طبعا تم إرسال فرقة يطلق عليها فرقة الحراسة للمكان وبدأ البحث في الموضوع أكثر وأكثر وأكثر بما أنه البيت الوحيد اللي يروحوله المسافرين كان بيت البندرز ففرقة الحراسة فعلا راحت لبيت البندرز لكن للأسف كان البيت فاضي جدا وما في له أي أحد من عائلة البندر الفرقة بدت تبحث أكثر وأكثر وأكثر بعدها أحد الأشخاص اجتم رائحة مقرفة جدا وكانت جدا قوية وواضحة طبعا بعد بحث طويل تم اكتشاف أن الرائحة كانت بسبب تراكم الدماء على الأرضية الخشبية لمنزل البندرز طبعا بما أنه فرقة الحراسة اكتشفت أنه في دماء فلازم تبحث أكثر عن الجثث وبعد بحث طويل تم العثور على ثمانية جثث مختلفة في ساحة المنزل وأيضا وجدوا العديد من الجماجم المحطمة والعديد من حناجر الأشخاص مقطوعة ومنحورة بعدما تم اكتشاف الموضوع فرقة الحراسة بدأت في البحث عن العائلة وبحثوا في العديد من الأميال لكن لا أثر للعائلة أبدا وتم الاختفاء بشكل كامل طيب أسمعوا كيف كان عائلة البندرز يقتلون الزوار كانوا يخلون الزائر يجلس على كرسي وورا ظهره يكون شرشف أو بطانية بينما كانت كيت بندر تلهي الزائر وتتكلم معاه وتقدم له الأكل والشراب لحد ما تمتلع بطنه ويسكر بنجاح الآن تبدأ العملية الإجرامية لعائلة البندرز جون يطلع من ورا الشرشف ويجلد الزائر في راسه بالفاس وبعدها على طول كيت بندر تقطع نحره وتقتله بالكامل بعد ذلك كيت تأخذ جميع ما يملك الزائر من أمواله ومجوهراته وغيرها بعد ذلك تأخذ الجثة وتحطها في القبو ولاحقا يتم دفنها في ساحة المنزل طبعا لحد الآن التاريخ ما يدري كم جمعت هذه العائلة من هذه الطريقة الجهنمية لكن الظاهر الظاهر إنهم جمعوا مبلغ كبير جدا وكان كافي إنهم يهربون بشكل كامل ويختفون عن الوجود فالظاهر إنهم جمعوا لهم قريشات كثيرة صح صح فصراحة شي جدا جدا رهيب من روكستار إنهم يسوون قصة للأخوان أبردين من أحداث حقيقية فعلا يعني نوعا ما تختلف القصتين القصة في ردد تختلف والقصة في الحقيقة تختلف لكن المحتوى يكون نفسه ممكن طريقة التنفيذ فقط تختلف في ردد يخلونك تشرب وتذكر بعدها يسرقونك لكن في الحقيقة اللي حدثت في السابق كانوا يقتلون الشخص بعدها يسرقون أمواله طبعا هذه هي قصة الأخوان أبردين أكتبونا في خانة التعليقات إيش رايكم في هذه العائلة وهل عجبتكم قصتهم طيب كيف وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب تعليقاتكم الحلوة حطوا لايك لا يفشخونكم هذولا وما يرجع لكم فلوسكم أبدا يلا سلام عليكم موسيقى 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 موسيقى